اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمكنك هنا استراد من فيديو اي شاشة نهاية وضعتها في فيديو معين وتريد وضعها في هذا الفيديو كذلك ويمكنك هنا اضافة عناصر هنا تجد مزيد من المعلومات حول شاشة النهاية يمكنك الضغط عليها ثم قراءة بعد المعلومات ذنبه كما تشاهدون هنا في العشرين الثانية الاخيرة يمكننا فقط في العشرين الثانية الاخيرة وضع شاشة النهاية وهنا يمكنك التعديل او تصغير بالنسبة للعدد فاربع عناصر هو الحد الاقصى لوضعيه هنا عند الضغط على اضافة عنصر فتجد فيديو او قائمة تشغيل الترويج لفيديو او قائمة تشغيل للضغط على انشاء فستظهر لك هنا اخر عملية تحميل تمييز احدث فيديو تم تحميله ثقائيا يمكنك وضعه هنا على ما هنا الافضل للمشاهد السماح ليوتيوب بتحديد فيديو من قناتك لنسب المشاهد بالشكل الافضل يمكنك الضغط عليها هنا وهنا يمكنك اختيار فيديو او قائمة تشغيل للضغط عليه ثم الضغط على انشاء عنصر هنا من التحميلات وهنا من القوائم تشغيل يمكنك الضغط عليه ثم انشاء عنصر او يمكنك وضع هنا رابط الفيديو او قائمة تشغيل دعنا نضيف مثلا هذا الفيديو نضغط على إنشاء عنصر إذن أضيف العنصر الآن يمكننا وضعه في هذا الجزء الأزرق ويمكننا تحركه وتكبيره وغير ذلك كما تشاهدون معي إذن هنا نجد كذلك الاشتراك الترويج للاشتراك في قناتك يمكنك الضغط على إنشاء هناك كذلك القناة يمكنك الترويج لقناة أخرى تضغط على إنشاء كذلك وكذلك بالنسبة لرابط إدراج رابط إلى موقع ويب معتمد يمكنك الضغط على إنشاء ثم إضافة رابط ذل الآن كذلك يمكنك استخدام نموذج ثم هنا تجدون فيديو واحد اشتراك واحد ننزل قليلا وسنجد العديد من النماذج كما تشاهدون معي شخصيا أنا أستعمل هذا النموذج من هنا أستعمل إما هذا النموذج أو هذا نضغط عليه ثم بعد ذلك نضغط على تحديد ثم بعد ذلك نضغط على استبدال لأننا وضعنا هنا فيديو بعد الضغط على استبدال فهنا سوف نختار الفيديو أو قائمة تشغيل خاصة بهذه المستطيلات إن صح القول نضغط هنا على تعديل العمصر ثم بعد ذلك يمكننا أن نضيف فيديو سأضيف هذا الفيديو مثلا أضغط على حفظ ثم كما تشاهدون معي هنا نجد أربعة أمكينة من صح القول ثم هنا العناص المستخدمة ثلاثة من أصل الأربعة بالنسبة لهذا الفيديو أو قائمة تشغيل نضغط على تعديل العنصر ثم نضيف قائمة تشغيل من هنا نختار قائمة تشغيل هذه ثم نضغط على حفظ بعد ذلك فكما تشاهدون معي هنا تظهر قائمة تشغيل وهنا الفيديو وهنا زر الاشتراك في القناة يمكنك تعديلها تكبرها أو تصغيرها أو تغيير مكانها يمكنك هنا الضغط على معينة لإطار شاشة نهاية كما سوف تشاهدون إذا ظهرت هنا الآن وفعلا عندما سندخل إلى الفيديو سوف نجدها يكفي الآن أن نضغط على حفظ ثم بعد ذلك ستضاف مباشرة إذا تم حفظ كل التغييرات كما تشاهدون هنا هكذا ستتمكن من وضع شاشة نهاية على قناتك في اليوتيوب وبالتالي ستجلب مشاهدات لفيديوهاتك وقوائم تشغيل خاصة بك وكذلك اشتراكات لقناتك والقنوات الأخرى التي ستروج لها وزيارات للموقع الذي سوف تضعه وتروج له إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس شكرا لكم جزيلا على حسن المتابعة إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا فلا تنسى الإعجاب والاشتراك لا تنسى تفعيل خاصية الجرس حتى تتوصل بجديدنا ولا تنسى وضع كومنت تحفيذي لا تنسى مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة كما يمكنك دائما الاتحاق بنا على صفحتنا الاجتماعية وزيارة موقعنا دمتم في حفظ الله والسلام عليكم